أهلا بكم مشاهدينا ازدادت بشكل ملفت للانتباه ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق التي تمارسها عصابات متخصصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وبينما تشتهد الجهات الأمنية العراقية للحد من الظاهرة وتحجيمها يشدد الخبراء على أهمية توعية المجتمعية بالدرجة الأولى في مواجهة الابتزاز الإلكتروني لا ينضي يوم إلا وتتلقى نجهيزة الأمنية العراقية عشرات الاتصالات بطلب المساعدة في مواجهة عصابات مختصة وأفراد يمارسون الابتزاز الإلكتروني لتحقيق مكاسب مالية وغاية أخرى سحب عليها آلة حادة ستشينة سحب معدي موبايل يقول لي فتح الرمز أخذ الموبايل من عندي هو والخط وممتلكات كلها أخذها في لوس الجنطة كلها الأجهزة الأمنية تقول إنها تبذل قصار الجهود لمكافحة الظاهرة وإلقاء القبض على المكتزين وفق آليات وطرق قانونية خلال العام المنصرم كانت هناك عمليات نوعية لجهاز الأمن الوطني فيما يخص موضوع الابتزاز الإلكتروني وأيضا خلال العام المنصرم أيضا تم القبض على عدد كبير من هؤلاء ورفع قضاياهم إلى الجهات القضرائية المختصة حالات الابتزاز الإلكتروني تطال سياسيين ورجال أعمال لكن أغلبها وأكثرها خطورة على المجتمع هو ابتزاز النساء هؤلاء بنات تتعرضوا لهذا التخويف بشكل عام وكون أنه البنات ما عندهم توعية خاصة بخصوص الجرائم التي تقام ألكترونيا ولا أيضا بالعقوبات التي يمكن إذا قامت دعوة على هذا المبتز طبعا عقابة جدا كبير تقول الأجهزة الأمنية إن نحو أربعة آلاف حالة ابتزاز سجلات لديها خلال العام الماضي وخاصة في العاصمة بغداد وكبرى مدن العراقي مثل كاركوك ونينوى والأنبار يقول بعض كبار ضباط الأمن إن الحفاظ على سرية الدعاوة المقامة ضد المبتزين هو ما يشجع ضحايا الابتزاز الألكتروني على طرق أبواب الأجهزة الأمنية لطلب الإنقاذ والمساعدة لكنهم يدعون أيضا إلى حملات تثقيف وتوعية لمختلف الشرائح للحد من هذه الظاهرة التي يصفها العراقيون بأنها دخيلة على مجتمعهم شفيق عبد الجبار العربي بغداد ينضم إلينا مشاهدين من بغداد حسن نبيل كاتب صحفي لتعليق عن هذا الموضوع أكثر حسن أهلا بك معنا كما استمعت إلى التقرير هناك أكثر من أربعة آلاف حالة تم تسجيلها جرائم إلكترونية أغلبها ابتزاز ومعظمها ضد النساء ما الأسباب؟ ما أسباب انتشارها بشكل كبير خلال العام الماضي؟ بعد التحية يعني ربما العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى قد تشهد بين الحين والآخر عمليات ابتزاز طبعا هذا الابتزاز ربما قد يكون عن طريق عصابات منظمة أو عن طريق أفراد هؤلاء الأفراد طبعا لن يستهدفوا بشكل مباشر فقط النساء وإنما هناك أيضا مبتزين من النساء ربما قد يستهدفون شخصيات عامة في المجتمع العراقي أما قد يكونون فنانين أو ربما شخصيات على المستوى الجانب السياسي كما حصل طبعا خلال الفترات الماضية الكثير من الأعمال التي من الممكن أن نشاهدها أو ربما نرى نشاطات البعض من قوى الأمن المتمثلة بجهاز الأمن الوطني أو ربما بعض الجهات المعنية والتي تعمل بصفة وزارة الداخلية ربما اتجهت إلى إلقاء القفض عن طريق ربما متابعة البعض من هؤلاء المبتزين وبالتالي عند استدراجهم وأثناء عمليات التحقيق البعض منهم يقول أن الغاية من ذلك هي غاية مادية إذا كانت من ناحية الرجل أو إذا كانت من ناحية المرأة البعض من المبتزين ربما قد يدخلون إلى حسابات الشخصيات التي من الممكن أن يتم الاتجاه إليهم عن طريق السوشال ميديا وبعدها يتم استدراجهم بالناحية العاطفية ها إذا كانت من ناحية النساء بالنسبة للأجيال الشابة أما بالنسبة لكبار السن من الممكن أن يكون هناك الصورة تنعكس تماما عن ما موجود بالنسبة للفئات الشابة الكبار السن غالبا ما يقع في هذا الفخ الرجال بحسب الإحصائيات الموجودة هناك لغة نعم خطورة الموضوع والبعض يتحدث عن موضوع العصابات بأنه ضعف تطبيق القانون هذا مرده إلى ذلك أيضا وصلت الأمور إلى حد الإتجار بالبشر وأيضا بيع النساء هل التعامل أيضا غير الحازم مع مثل هذه القضايا هل يدعو إلى هذا الانتشار يسمح لها بالانتشار بشكل أكبر لا يخفى على الجميع من أمن العقاب أساء الأدب على مدار السنوات الماضية يعني كان هناك انحلال وبيئة غير جيدة تعتبر بيئة خصبة لنشاط الجماعات المسلحة أو ربما المنظمات التي من الممكن أن تهتم بعمل الجريمة المنظمة الآن ربما نحتاج إلى تفعيل قانون أقوى وأيضا معاقبة ومحاسبة لهؤلاء المبتزين من الممكن عندما نشاهد حسن عذرا هل يوجد قانون تصبر بموضوع جرامة الإلكترونية هل هناك جهة مختصة تتعامل مع هذه القضايا الإلكترونية موضوع الابتزاز أم أغلب القضايا تذهب إلى القضاء وهو الذي يتعامل معها كما تفضلت هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الحساسة جدا على مستوى شرائح المجتمع العراقي باعتبار المجتمع أغلب ساكنين العراق هم من مختلف القبائل القبائل ربما قد ترفض أو صعوبة استيعاب عمليات الابتزاز أو ربما نشر صور غير لائقة لأغلب الشباب أو ربما حتى على مستوى البنات بالتالي هناك قانون موجود ومفعل هذا القانون الآن خلال هذه الفترة بدأ يأخذ مساحة أوسع وهو قانون الابتزاز الإلكتروني لكن شريطة التعامل بهذا القانون مع قوات الأمن مع القضاء العراقي تكون بسرية تامة حتى لا يكون هناك فضح للمتصلين من المشتكين ولا يكون أيضا هناك فضح للمفتزين من الممكن أن تحصل هناك مشاكل على مستوى النظام أو النظام العشائري كما يسمى شعريا في العراق عذرا ما المقصود لدي أقل من دقيقة ما المقصود وكثرة الحديث عن موضوع أهمية التوعية التوعية لمن وبمن وبماذا التوعية الآن ربما قد تقع على جانب عمل الشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الطلبة خصوصا في المراحل الإعدادية وحتى على مستوى الدراسات الجامعية يعني يحتاج هذا الأمر إلى توعية مستمرة على نطاق المؤسسات الإعلامية وعلى نطاق السوشال ميديا باعتبار الكثير يقع ضحايا الابتزاز الإلكتروني بين الحين والآخر التوعية من الممكن أن تكون تستهدف الفئات الشابة حتى لا يتكرر مثل هذه الأعمال التي ربما قد راح ضحيتها يعني بين الحين والآخر نسمع هناك بعض العوائل قد قتلت بناتها بغسل عار أو ربما غسل عارهم هذه المسميات التي تطلق من هنا وهناك وتحصل في بعض المحافظات العراقية سببت مشاكل كثيرة بين الحين والآخر نسمع هناك حالات انتحار وحالات الانتحار قد تكون غريبة بالنسبة للفئات الشابة قبل يومين كان هناك أيضا حالات انتحار لشخصين رجل في الواحد والعشرين من عمره وبنت في الثامنة عشر من عمره صحيح وهذا ما يؤدي إلى مخاطر كثيرة مخاطر كثيرة نعم عذرا حسن لم يبقى لدينا من الوقت سواء نشكرك شكرا جزيلا لك من بغداد حسن نبيل كاتب صحفي كنت معنا من بغداد مشاهدين نذهب الآن إلى الزميلة رويدة والسكمال ما تبقى من ملفات الظاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر